هستأذن ان احنا نبدأ بدكتور يسري لما له منباع وتاريخ طويل في افريقيا العلاقات الافريقية الافريقية طول الوقت شغل دماغي زي ما كنتم في المقدمة احنا دايما القرى الاقل حظا مع اننا الاوفر حظا من حس الموارد بشري وطبيعي طبعا في البداية انا بقى هالنيك وبشكرك على اختيارك للكلمة افريقية افريقية لان احنا في الحقيقة لازم نشتغل على هذا النهك ويمكن ربما العلاقات والاداء المصري في تجاه افريقيا في السنوات العشر الاخيرة بيؤكد على هذا الفكر احنا افريقيا فقدت الحظ الاجبر وفقدت العديد من السنوات وفقدت العديد من الفرص الضائع بسبب التعامل الاستعماري والاستحوازي القطري مع دول القرى ولم يترك ان تكون العلاقات افريقية افريقية لا على مستوى النقل ولا على مستوى الاتصال ولا على مستوى التواصل ولا على مستوى استخدام القيارات والسروات ومن هذا المنطلق لما بيناش افريقي افريقي لم تخرج الينا سيارة صنعة في افريقيا او منتج دواء اتعمل في افريقيا ولا مكون اتعمل في افريقيا ولا استغلت السلع والسروات الاخيرة والاولية حتى نستطيع ان نستفيد من السروة المعدنية والسروة البشرية والسروة الذراعية الموجودة في القرى بسبب عدم التفكير افريقي افريقي وظل التفكير على مستوى التمثيل السنائي بين دول القرى الافريقية وهذا ما لذا وطاب الى من يتحدى او يريد الاستمرار او تستمر افريقيا في مشاكلها وخليني اكلم حضرتك على حاجة مهمة جدا بداية دعني يوجه التحية الى الدولوماسية الرئاسية والرسمية على ما بزلوه من جهد في ثلاث سنوات كانت نتيجته حجز مقعد مهم جدا في مجموعة تكتل البركس اللي موجود منه ثلاث دول افريقية الان بعد البركس بلاص اللي جنوب افريقيا واسيوبيا ومصر خليني اقولك ليه عشان الناس معنا تعرف ليه افريقيا افريقيا ما ينفعش تكون مساحتك 30 مليون كيلو متر مربع عدل سكانك مليار و300 مليون نسمة وعندك 60% بمساحة الارض صلاحة للزراعة 65% من عمر الشباب وتلت الثروة المعدنية العالمية و50% من الدهب وايضا سابع منتج لليرانيوم في العالم واكتر من 35% من القوبة العالمي وانت المتحكم في القروم المنتج للفولاز ومنتج للبطاريات المهمة والاساسية وانت المهم الرئيسي والمحور الرئيسي من 12% ل 15% من نفط العالم وده موجود في انجولا والنيجيريا والجابون وما ينفعش تبقى انت عندك 8% وعندك بوتنشل لتوصل ل 18% من احتياط الغاز العالمي وتستطيع ولا تستطيع ان تحرز اقتصاد فاعل في القرار الافريقية ده كله ما بنقدرش نحقق منه الاستفادة القصوى علشان خاطر لا يوجد ترابط في مربع الوعي الافريقي لا يوجد تحالف في مربع الوعي الافريقي علشان كده لما شفنا واحنا كمتخصصين ورصيدين للمشهد الافريقي سواء على مستوى مجتمع الملوء العمل الافريقي او على مستوى العمل الافريقي المشترج لقينا انه المعادلة العالمية بتختلف والتحدي العالمي بيختلف والصراع العالمي بيختلف هذا الصراع ذهب وانتقل الى قواعده في القرار الافريقية علشان يخلق نمازج وترابطات وتحالفات جديدة يستطيع من خلالها استكمال لعبة الاستحواز الان الصين موجودة في القرار الافريقية باكبر شريك تجاري للقر كام الرقم يا أستاذ يوسف 256 مليار دولار طيب الفرق بينها وبين الامريكان كام يا أستاذ يوسف الامريكان شركاء تجاريين مع القرار ب65 مليار دولار فقط هل الامريكان او المجتمع الامريكي الاقتصادي وانا هنا اتحدث من الجانب الاقتصادي والوجهة الاقتصادية ساكت لا بالتأكيد عنده جزء كبير جدا من التعامل في هذه المعادلة باقي دول العالم فرنسا المستحوزة على غرب افريقيا على مدار اكتر من قرن من الزمان وبنتكلم على الاقواص 15 دولة بيتحدثوا اللغة الفرنسية وبنتكلم على دخول اشياء جديدة الآن على المعادلة زي تكنولوجيا الجيل الخامس في الانترنت والمعلوماتية ووجود اجيال جديدة من الشباب الافريقي ووجود طلاب تعلموا في الغرب وتعلموا في الشرق وتعلموا في وسط اوروبا هل ده هيشدنا الى ان نذهب الى ما بدأت انت اليه وهو افريقي افريقي وهل نحن سنكون في مجتمع المال والاعمال المصري جاهزين على مستوى التواصل ومستوى القطاع الخاص واخدين في ايدينا الاعلام المصري واخدين في ايدينا قواعدنا عشان نقدر نجيب السرعة الاولية ونستفيد من هذه السرعة الاولية في العديد من الاتفاقيات هناك اتفاقية التجارة البيانية الحوارة الافريقية هناك اتفاقية القمسة هناك اتفاقيات عديدة بين دول القرارة الافريقية اللي أنا شايفه مؤخرا خلينا أقدم شهادتي واضحة أن الدبلوماسية الرسمية المصرية والحكومة المصرية والتمثيل التجاري المصري في آخر خمس سنوات يبلو بلاءا حسنا بشكل جيد ومركز ومكسف في عمق القرار الأفريكي